المثلية الجنسية وخلع منازكي ملابسها الداخلية أصحاب ولا أعز في مرمى الانتقادات خلق فيلم أصحاب ولا أعز حالة واسعة من القدر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محتوى والأفكار التي تقدم حيث عرض على منصة نيتفليكس وواجه الفيلم عدد من الآراء المختلفة بين مؤيدي لفكرة الفيلم ومحتوها المأخوذة من الفيلم الإيطالي الشهير بيرفيكت سترينجر والبعض الآخر الذي رفضه وواصفه بأنه غير مناسب لمجتمعنا العربي نظرنا تقدمه موضوع المثلية الجنسية داخل الأحداث فيلم أصحاب ولا أعز حيث جاءت بعض التعليقات عن الفيلم من قبل الجمهور على موقع التغريدات القصيرة تويتر كالتالي أبغى أسأل مناوئيات وأنتم كده بتدفع عن المثليين وحقوقهم إيه موقفكم من أولادكم بعد الفيلم الساقط فكريا وأخلاقيا ولو جاء واحد من أولادكم وكان شهاد كان ردكم لازم تتمسكوا بحقوقكم وتدفع عن شذسكم وهاجم امتعب آخر الفيلم معلقان فيلم بيناقش كل أنواع الرذيلة ست بتخون جوزها وراجل بيخون خطيبته وراجل شهاد وراجل بيخون مراته وبنت بترافق شخص بتعرف أهلها وفي آخر الفيلم الناس كلها سمحت بعض عادي وتقبلت بعض عادي ناقص تواصلوا الناس لفين وعلى جانب آخر دفع البعض عن الفيلم شنين لأن النماذج التي قدمت في الفيلم توجد في مجتمعاتنا بالإضافة للإشادة بأبطال الفيلم حيث قال أحد المتابعين على تويتر أصحابه أعز متعة متعة البنات بالتمثيل كفوقه أضعاف لكن جورج خباز عالمي وجسد شخصية الشهاد جنسيا في الفيلم الفنان اللبناني فؤاد يمين حيث كان يخفي الأمر عن أصدقائه وهي الشخصية التي نالت جزء كبير من الانتقادات بالإضافة لتحفظ البعض على بعض الألفاظ التي وصفها الكثيرون بالخارج عن المألوف ونالت الفنانة مونة زكي قصطا من الانتقادات اللاذعة بسبب ظهورها في أحد المشاهد وهي تخلع في ملابسها الداخلية من رغم أنه لم يظهر أي شيء من جسدها لكن الفكرة نفسها كانت مفاجئة وغريبة لدى البعض وفيلم أصحابه لأعز بدأ عرضه على منصة نيتفليكس منذ أمس الخميس ويشار في بطولة الفيلم كل من مونة زكي جورج خباز ديموند عبود فؤاد يمين إياد نصار نادين لبكي عاد الكرم والعمل من التأليف في ليبو بولونيا في متولد الإخراج والسام سميرة ترجمة نانسي قنقر